السلام عليكم أصدقائي محب الأخبار والمعرفات تحية طيبة لكم يوم الثلاثة الثلاثين من شهر مارس 2021 فيديو جد مهم أصدقائي أن مرجو مشاهدته لأن في هذا الفيديو يجب أن نتكلم بواقعية وصراحة مع حامل بعض الجنسيات يجب أن تعرفوا ما يتم طبخه داخل أروقة الاتحاد الأوروبي والفئة القليلة التي تقول مارو يخيفنا مارو يخيفنا أنا لا أخيف أحد أنا إنسان صادق أنا صادق معكم لذلك أحضر لكم ما يتم طبخه داخل الأروقة السياسية ما يتم الإعداد عليه لإني صادق وأحبكم أن تعرفوا هذه الأمور كي لا تتفاجأوا فيما بعد عندما تصبح الأمور صعبة فأنا لست منافق وهذه القناة أسست لأنها قناة صادقة لأنها قناة صريحة لأنها تقول الحقيقة ويجب أن تعرفوا ما يتم طبخه لست أنا من يضع هذه القوانين هذه القوانين يضعها السياسيون في الاتحاد الأوروبي فبالنسبة للفئة القليلة التي تنتقد وتظن بأن أنا من يعمل هذه القوانين أنا فقط ناقل لكم ما يتم طبخه أصدقائي فإذا كان عند الفئة اعتراض فليعترضوا على الاتحاد الأوروبي سأخبركم أصدقائي بلائح وضعها الاتحاد الأوروبي حاليا لثلاثة عشرة دولة ثلاثة عشرة دولة يرغبون الآن بالضغط على هذه الدول ويقولون لهذه الدول يجب عليكم بالمستقبل أن تستقبلوا الأشخاص الذين حصلوا على ترحيل إذا لم تستقبلوهم فإنه سوف نصعب عليكم أنتم السياسيون وأيضا أبناء بلدكم سنصعب عليكم الحصول على فيزا شينغن لزيارة أوروبا الدول هي 13 سأخبركم بالدول التي وضعها الاتحاد الأوروبي العراق إيران ليبيا السينغال الصومال مالي غامبيا الكاميرون جمهورية الكونغو مصر إيريتريا إيتوبيا وغينيا بيساو هذه الثلاثة عشر دولة يرغب الاتحاد الأوروبي الآن الضغط عليهم كي يجلسوا مع أوروبا في طاولة الحوار من أجل أن هذه الدول تقبل باستقبال الأشخاص الذين يرفض طلب لجوءهم في ألمانيا أو في فرنسا أو في هولندا أو في اليونان كي تقبل باستقبال حامل جنسية هذه الدول سأعطيكم تفاصيل فيما بعد تابعوا الفيديو للأخير في هذه اللائحة كثير من الأصدقاء من منطقتنا في اتحاد المغرب الكبير سوف يسألونني لماذا لا توجد المغرب الجزائر وتونس لأنه أصلا منذ ثلاثة وأربعة سنوات توجد اتفاقية ترحيل مع المغرب والجزائر وتونس يعني الأشخاص الذين يأتون من المغرب والجزائر وتونس ويقدمون لجوءا في أوروبا أو في ألمانيا ويتم رفض لجوءهم ويتم إعلانهم بأنهم لاجئين اقتصاديين جاءوا هنا فقط من أجل ليس من أجل أمور سياسية يتم ترحيلهم منذ مدة إلى المغرب والجزائر وتونس هذا الاتفاق موجود لذلك هذه الثلاثة دول التي توجد في اللائحة قال الاتحاد الأوروبي واسمعوا أصدقائي إلى الطبخة كيف تطبخ الأمور وكيف يتم الضغط على الدول قال الاتحاد الأوروبي يوجد بعض الناس الحاملين للجنسيات التي ذكرتها لكم العراق، إيران، ليبيا، سينيغال، سومال، مالي، جامبيا، الكاميرون، جمهورية الكونغو، مصر، إيرتريا، إيتوبيا، وغينيا، بيساو قالوا بأن هناك البعض منهم لاجئين اقتصاديين يعني جاءوا إلى أوروبا بسبب الفقر ولتحسين وضعهم المادي وليس لأن حياتهم في خطر في بلدانهم أو لأنهم نشطاء سياسيين ضد نظام معين وقالوا لهذه الدول الثلاثة عشر عندكم وقت إلى غاية فصل الصيف لتحددوا هل ترغبون بالجلوس معنا في الاتحاد الأوروبي ونتحاور مع بعض ونجد طرق من أجل أنكم تقبلون استقبال المرحلين من أوروبا في بلدانكم وإلا سوف نقوم إذا وافقتم يعني وافقتم بأن تستقبلون الأشخاص الذين يأتيهم رفض ويأتيهم ترحيل عند ذلك سوف نجازيكم وسوف الدبلوماسيين والسياسيين من بلدانكم سوف يحصلون بسرعة على فيزا شينغن طويلة الأمد نعطي أيضا لأبناء بلدانكم فرصة للحصول على فيزا شينغن من القنصوليات الأوروبية هناك في بلدانكم من أجل عمل السياحة في أوروبا يحصلون على الفيزا بسرعة من أجل الدراسة يحصلون على الفيزا بسرعة أو التمريض أو العمل أو لم الشمل وفيزا شينغن إلى أوروبا تكون طويلة الأمد لكن إذا رفضتم استقبال المرحلين الأشخاص الذين نرغب بترحيلهم فإنه سوف نقوم بتصعيب حصول السياسيين والديبلوماسيين في بلدانكم على فيزا لأوروبا ومن يرغب بطلب فيزا مثلا لم شمل ينتظر مدة طويلة دراسة ينتظر مدة طويلة عمل ينتظر مدة طويلة زواج طويلة سياحة طويلة يعني من إذا رفضتم إذا أهل بلدكم طلبوا فيزا للقدوم إلى أوروبا سوف نمدد مدة الانتظار مدة طويلة ويرغبون أيضا كعقاب أيضا زيادة الرسوم للحصول على فيزا من 80 يورو إلى 160 يورو هذه هي طريقة الضغط على هذه الدول يتقبلوا باستقبال الأشخاص الذين سوف يتم ترحيلهم إذا قبلتم سوف نجازيكم نسهل عليكم حصول على فيزا إذا رفضتم نصعب عليكم الحصول على فيزا الآن فكروا إلى غاية الصيف وبعد ذلك قرروا الآن السؤال هل هذا يعني بأنه سوف يتم ترحيل العراقيين والمصريين أو الليبيين أو الإيرتريين أو الصوماليين إلى آخره لا 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 أصدقائي الأمر ما فيه أنه إذا هذه الدول أو واحدة من هذه الدول وافقوا على هذه الشروط الأوروبية سوف يجتمعون مجددا ويعملون بروتوكولات وبعد ذلك بعد ذلك إذا متنا شخص أغلقت عليه جميع الأبواب ورفضوا طلب لجوءه وجاءه موعد ترحيل يمكن أن يرحلوا إن متى لا نعرف لأنه لا يوجد اتفاق يمكن أن يحصل الاتفاق هذه السنة ممكن بعد سنة ممكن بعد سنتين أو بعد ثلاث سنوات نحن لا نعرف لكن الأهم هو أنه نعرف بأن الحكومات تغير موقفها بسرعة والحكومات في العالم أو في الشرق الأوسط في شمال إفريقيا تغير أيضا رأيها على حسب المصالح للدول وعلى حسب مصالح أبناء فأنتم أيضا يجب أن تعرفوا هذا الأمر ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك ضرورة حتمية من أجل تعلمكم للغة الألمانية يعني الإخوة العراقيين الإخوة المصريين الإخوة الليبيين الإيرتيريين الصومالين أو أي جنسية كيفما كانت حتى المغرب جزائر تونس أو فلسطينيين حتى الإخوة السوريين كيفما كنتم ضروري تعلم اللغة الألمانية حتى لو كانت تعلم في البيت تتعلم اللغة الألمانية وتحاولوا حصول على شهادة اللغة بعد ذلك تحاولون وتعملون جاهدين للحصول على عمل وللحصول على أوسبلدونغ بسرعة أصدقائي تعملون بسرعة أو تعملون عمل وبعد ذلك أصدقائي حتى لو كان العمل مرهقا حتى لو كان العمل متعبا حتى لو كان العمل صعب استمروا فيه ولا تتركوه بسرعة لأن هناك قانون الدلدونغ العمل وتطلبون دلدونغ العمل وتطلبون دلدونغ الأوسبيلدونغ وبطبيعة الحال يجب أن يكون ملفكم نظيف ويكون عندكم تشاور دائم مع المحامي أصدقائي يجب أن أعمل هذا الفيديو لكي تعرفوا ما يدور في طبيق يطبخ داخل أروقة الاتحاد الأوروبي كي تعرفوا هذه الأمور وتعرفوا بأن الأمور الخاصة بالإقامات الأمور الخاصة بدأت للأسف بدأت تصعب يعني أوروبا تريد أن تظهر للعالم بأنها شديدة وبأن لا أحد يمكن أن يأتي الآن إلى أوروبا ويضم سيحصل على إقاملها بدأوا يتشددون شيئا ما في القوانين لذلك ضروري اللغة وضروري الدخول إلى عمل بأسرع وقت وإذا سمعت أي شيء هكذا أو هكذا سوف أخبركم به لا يهموني الفئة القليلة التي تقول مارو يرعبون هل تريدونني أن أنافقكم أنا لا أنافق أنا إنسان صادق أصادقكم وأقول لكم الصدق والأمانة بدأوا بالطبخ وهكذا يرسلون إلى الدول وللحكومات ويرغبون بأن يبدأوا بتهديد الحكومات في شمال إفريقيا الشرق الأوسط إفريقيا أوروبا الشرقية آسيا أن يقول لهم يا تستقبلون أبناء بلدكم الذين سوف يرحلون يا سوف نوقف عليهم الفئة هذا هو الصدق يجب أنا إنسان صادق ابتدت هذه القناة بالصدق وأتمن بالصدق من أجل نشر التوعية ومن أجل تفادي أي خطأ يمكن أن يخطأه الإنسان بأن ينام وهو مطمئنا لا أصدقائي يجب العمل والعمل 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 وتعلم اللغة والعمل والعمل وإن شاء الله صدقوني سيكونوا خيرا بإذن الله والتشاور دائما مع محامل شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء